ومشاهدين منصبح عليكم من جديد ورح نتحدث اليوم عن العمالة الوافدة وعن الحملات التفتيشية اللي بتقوم فيها وزارة العمل لهذه العمالة وممكن يكون هذه الحملات التفتيشية مهمة في تشغيل الأردنيين وأيضا وزارة العمل لجأت لطرق حديثة إلكترونية حتى تساهم وتساعد أكثر في هذه الحملات التفتيشية رح نعرف تفاصيل هذا الموضوع كافة من المهندس أيمن الخوالدة مدير دائرة التفتيش في وزارة العمل صباح الخير مهندس يعطيك ألف عافية صباح الخير الله أفيدك العمال الوافدة طبعا ودائما نتحدث عن هذا الموضوع وبننا نحرف قديش فعلا أهمية الحملات التفتيشية اللي بتقوم فيها الوزارة ولا أنتوا في صدد أو يعني عم بتقوموا بها الحملات التفتيشية نتعرف عليها ونتعرف على أهميتها في تشغيل الأردنيين المهندس أيمن نعم الله أعطيك العافية شكرا لأتحت الفرصة للوزارة يعني لإظهار بعض الجهود اللي بتقوم فيها واجبنا وأكثر من مرة في الحقيقة الوزارة انتهجت نهج مكافحة العمالة الوافدة بعد قضية اللجوء السوري وكذلك تدفق العدد كبير من العمالة الوافدة الذين دخلوا إلى الأردن كبلد آمن في ظل عدم الاستقرار في الدول المحيط فصار عنا ثورة من العمالة الوافدة المخالفة العديد من اللاجئين تسربوا لسوق العمل وأصبحوا ينافسوا الأردنيين في المهن في الحقيقة وزارة العمل في السابق كانت تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والسيطرة على ضوط سوق العمل من خلال كادر التفتيش كان مكون من حوالي ثمانين مفتش عمل وكان هذا العدد متواضع وكافي في الفترة الماضية في ظل المستجدات التي ظهرت الآن وتم يعني إناطة الكثير من الأعمال بوزارة العمل مثل تنفيذ استراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال وزارة العمل أيضا متابعة ملف العمالة الوافدة كاملا المخالفة أيضا مناطبة وزارة العمل وجود ألف مية وستة وثمانين ألف مؤسسة خاضعة لأحكام التفتيش متابعة ومراقبة الظروف وشروط العمل والسلام والصحة المهنية وعمل أطفال وعمل مرأة وتشغيل ذوي الإعاقة وكل ما يتعلق بأمن المؤسسات كل هذه المسؤوليات كانت أو تم وضحها على عاتق مفتشين العمل اللي كان عددهم ثمانين مفتش هو عدد لا يكفي يعني خلا نقول هو عدد متواضع هذا العدد كان كافي في الفترة السابقة ولكن في ظل المتغيرات كان لابد أن يكون في عدة إجراءات طبعا رفعنا كادر التفتيش لحوالي 150 مفتش عمل وكان لابد من أن يكون هناك متابعة للعمال الوافدة بشكل كبير في تحديات كبيرة كانت موجودة خصوصا فيما يتعلق بقضية اللاجئين لأنه يعني بتعرف الإجراءات المتعلقة بالعمال الوافدة بتطلب تسفير العام المخالف يعني كما هو معمول في القانون وكما هو معمول في الدول الأخرى ولكن اللاجئ يعني فيه عنده ظروف إنسانية وظروف يعني الأردن من البلدان التي تحترم الإنسانيات بدون تشريعات علما بأن الأردن غير مصادقة على اتفاقية اللاجئين ومع ذلك هي تنفذ كل ما جاء في هذا الاتفاقية أدبيا طب في هذه الحالة مهندس يعني بما أنت طرقت لها شو الحل يعني بالحملات التفتيشة بتقوموا في حال وجدتوا أي مخالفات صادرة من أي من اللاجئين زي ما تفضلت مش كعامل وافد يعني بالأردن شو الإجراءات اللي بتتخذوها إذا ما بتقدروا لكم تسفروا إحنا في الحقيقة بدأنا في الجانب التوعوي للوافدين أنفسهم من خلال يعني يتم ضبطهم ولكن يتم إخلاء سبيلهم بعد فترة بأخذ تعهدات يعني لدى الحكام الإداريين الموضوع الثاني اللي هو التوعي لأصحاب العمل من خلال الشركة ممثلي أصحاب العمل ورف الصناعة والتجارة والنقابات بأهمية عدم تشغيلهم الأمر الثالث اللي هو يعني في النمادة في القانون تتيح لوزير العمل إغلاق المؤسسات التي تسر على تشغيل العمال الوافدة بشكل مخالف يعني وهذه إلها شروط وإلها لجان يعني عملية إغلاق المؤسسات ليست بالسهولة ولكن تتم من ضمن إجراءات يعني على قدر من الأهمية وأيضا القطاع الخاص شريك في هذه اللجان حتى يعني نراعي جانب النزاهة في هذا الموضوع وعدم تأثر أردنيين لأن هذه المؤسسات بالتأكيد هي تشغل كذلك أردنيين صحيح هذا اللي بدنا نتطرق له يمكن مهندس أيمن بالنسبة لي الحملات التفتشية بتقوموا فيها على العمال الوافدة قديش هذه الحملات التفتشية مهمة في ضبط المخالفين بالمقابل خلنا نقول يمكن هي كعلاقة طردية مع تشغيل الأردنيين شو العلاقة بينهم التنين خلنا نقول في الحقيقة العلاقة مترابطة جدا يعني وهي عملية موازنة ما بين الأمرين يعني غاية في الخطورة وغاية في الأهمية احنا في الأردن بحاجة لعمال الوافدة ولكن بحاجة للعمال الوافدة في قطاعات وفي مهن معينة محددة بموجب محكام القانون وتم يعني منح تصريح العمال الوافدة ضمن الأسس وضمن المعايير وضمن الأعداد وضمن الكوتات اللي الوزارة وضعتها مع شركائها في هذا الموضوع تم تحديد نسب لكل قطاع في كل مهنة في كل مؤسسة حسب احتياجاتها من العمال الوافدة وهذا أيضا كان بالتشارك مع أصحاب العلاقة مع نفس أصحاب العمل وممثلهم وقدم الاتفاق على هذه النسب الآن كل ما يزيد عن هذه النسب هو عمالة وافدة مخالفة فواجب وزارة العمل في هذا الموضوع أن تتابع هذا الموضوع وتدقق على موضوع النسب وتتخذ الإجراءات بحق المؤسسات وتقوم بتشغيل الأردنيين في هذه المهن من خلال حماية هذه الفرص من العمال الوافدة وبالتالي تصبح ملاذ للعمال الأردنية لأن بالنسبة للمؤسسات تكون أخذت حقها من العمالة الوافدة القانونية الوزارة أيضا انتهجت نهج آخر في عنا عدة مواد في القانون مواد القانون 143 مادة بنبثق عنها حوالي أكثر من 1500 مادة في نظام وتعليمات وقانون ركزت الوزارة على مواد القانون التي تصب في تشغيل الأردنيين بشكل مباشر مثل تشغيل ذوي الإعاقة تشغيل نسبة 4% في كل مؤسسة حسب عدد موظفينها من ذوي الإعاقة وهذه الفئة كانت مهمشة في السابق والحمد لله في إنجازات في هذا الموضوع أيضا ركزنا على تشغيل المرأة ومساهمتها في القطاع الاقتصادي لأن مساهمتها في الأردن كانت متدنية بحيث أنه تم التركيز على المواد التي تفعل عملية تشغيل المرأة مثل توفير حضان للأطفال ساعات الرضاعة وموضوع إجازة الأمومة كانت هذه من أهم الأمور أيضا هناك مادة في القانون تلزم المؤسسات بتشغيل مشرفين للسلام والصحة المهنية حسب أعداد العمال الموجودين فيها أيضا ركزنا على التفتيش على هذه الأمور وأيضا ركزنا على التفتيش على المادة 12 من القانون وهي المادة التي تكافح العمال الوافدة الغير المخالفة حماية لفرص العمل التي تم تخصيصها للأردنيين بموجب استراتيجية وطنية لتشغيل الأردنيين والتي تم إناطة تنفيذها بوزارة العمل يعني إحنا محتاجين يمكن مهندسة وإنت عم تتحدث عن القوانين اللي عم بتقوموا على تفعيلها بوزارة العمل محتاجينها ومحتاجين لتشغيل الأردنيين سواء عم نحكي عن ذكور أو إناث حتى الفرصة السكانية يعني إحنا داخلين بفرصة السكانية وهذا تحدي كتير كبير وفي يعني خلنا نقول لود رح يكون على وزارة العمل أيضا ومساعدة حتى يساعدوا كل الأردنيين بكافة خلنا نقول جنسهم إنهم يوصلوا لهذه الفرصة السكانية وزي ما تفضلت وحكيت إنها الحملات التفتيشية هي بتساهم في تشغيل الأردنيين وبتحقق نوعا مع العدالة أنتم عم تعطوا بعض المجالات اللي ممكن تشتغل فيها العمال الوافدة لكن في بعض المجالات الأخرى يجب على الأردنيين هم اللي يشتغلوا فيها إذن تحدث عن الطرق الحديثة والوزارة قامت بعمل طرق حديثة إلكترونية ونعرف التقنية الحديثة الآن الجديدة صارت منتشرة تستغلتوها واستفدتوا منها فائدة كبيرة إيجابية نعرف من خلالك أهميتها فوائدها للوزارة ولأصحاب العمل أيضا بالتأكيد إنه أمر مهم هذا بعد ما تكلمنا في كل المواد المطلوبة من وزارة العمل لتنفيذها والقطاعات اللي بتغطيها الوزارة كان لابد من أن يتم حوسبة أعمال التفتيش وهذه الحوسبة تزيد من كفاءة العملية التفتيشية وتقلل من الوقت اللازم للعملية التفتيشية وأيضا تقلل من كلفة الزيارة التفتيشية على الوزارة وعلى صاحب العمل وهذا بالتأكيد يؤدي في المحصلة إلى تشجيع الاستثمار بشكل أفضل مع ضمان الالتزام بإحكام القانون يعني في السابق باللغة البسيطة لأصحاب العمل كان المفتش العمل بزور المؤسسة زيارة إما أن تكون زيارة غير ممنهجة أو أن تكون منبثقة عن شكوى يعني إما أن تكون زيارة طارية أو زيارة عشوائية غير مبرمجة فبالتالي كانت الإجراءات تكون وليدة الساعة وغير مبرمجة وغير مخطط لها الآن كان المفتش العمل يغادر مكان العمل دون أن يعلم صاحب العمل ما هو الإجراء الذي تم اتخاذه بشكل رسمي ممكن أن يعني يعني عبارة عن مقابلة شفاهية مع صاحب العمل وتنتهي ببعض الملاحظات التي ممكن يعني مفتش العمل يأخذها معه على تشيك لست خاصة أو ممكن يزود صاحب العمل يعني بورقة خارجية وهذا يعني بالتأكيد غير كافي لأنه وردنا عديد من الشكاوى على بعض المفتشين بأنهم غادروا مكان العمل بدون أن يشعروا صاحب العمل بأن هناك مخالفة وتفاجئوا بعد فترة بوجود يعني طلب قضائي بوجود مخالفة عليهم منهم من يدعي بأنه تم إرجاعه من المعابر الحدودية أو تم الضبطه مثلا في أثناء سفره من مكان إلى مكان ما بين المحافظات احنا في وزارة العمل حبينا أن هذا النظام يعني يخدم العملية التفتيشية ويزيد من كفاءتها وأيضا بالمقابل حبينا أن هذه الزيادة في العمل وزيادة في الإنجاز والكفاءة أن يصاحبها أيضا شفافية ويصاحبها أيضا إتاحة الفرصة لصاحب العمل للتظلم أو للإعتراض قبل ما تتم الإجراءات بشكل رسمي وتم تخصيص في هذا النظام أيضا بوابة لأصحاب العمل بحيث تم استخدام أصحاب العمل لرقم يعني لإسم مستخدم خاص في صاحب العمل ورقم سري يمكن من خلاله دخول على ملف المؤسسة ضمن صلاحيات معينة لإطلاع على بعض الملفات التي تتعلق بعمله والتي نعتقد بأنها حق لصاحب العمل مثل تعديل البيانات مثل اطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها هذا النظام أيضا يتيح لصاحب العمل جزئية أن يتراسل مع المفتش قبل اتخاذ إجراءات في وثائق وإثبتات أنه وصلت له الشئر بلغة الشات ممكن أن يتم الاعتراض ممكن أن يتم استكمال الوثائق إذا ما استكملها في الزيارة لأن معظم أصحاب العمل أثناء الزيارات لا يكونوا موجودين في موقع العمل فبالتالي ممكن المعلومات التي حصل عليها المفتش غير كافية أو غير دقيقة لأنه ممكن حصل عليها من أشخاص غير مسؤولين فهذه كلها ستؤدي إن شاء الله إلى زيادة النزاهة والشفافية وتزيد من العملية التفتيجية لأن المفتش العمل إلى حد ما سوف يتم إدخال الزيارة مباشرة في الميدان من خلال أجهزة التابلتس المربوطة على الشبكة العنكبوتية وبالتالي لا داعي للمفتش لأن يعود لتوثيق بياناته مرة أخرى في المدرية وإرسال مراسلات بهذه الإجراءات فيتم التراسل ما بين وما بين صاحب العمل مباشرة يستطيع أيضا صاحب العمل تزويد الوزارة ببعض الوثائق المطلوبة منه بدون الزيارات منالك وثائق في القانون مطلوب من صاحب العمل كلها بتكون إلكترونية فالتالي ممكن يزودها وما في داعي أن يزور مدرية العمل أيضا الجديد في الموضوع هو أن المؤسسات حسب التزامها بأحكام القانون إذا تم تصنيفها مضم المؤسسات الملتازمة يمكن أن تعطى ما يسمى بعملية التفتيش الذاتي بحيث أنه لا يتم التفتيش عليها من قبل وزارة العمل إلا في حالات خاصة أو في حالة شكاوي وتمنح صلاحية الدخول على النظام وتفتش هي على نفسها كمؤسسة وترسل البيانات إلى وزارة العمل فهذا كله إن شاء الله نحن نعمل ورش عمل الآن خلصنا أول ورشة عمل مع ورفة تجارة عمان لحوالي 48 ألف مؤسسة وتم إنهاء وإن شاء الله من بداية العام سنباشر بهذا النظام إن شاء الله سوف نشوف ثماره قريبا أكيد يعني بنقول لكم يعطيكم ألف عافية مهندس أيمن في وزارة العمل هذا الربط الإلكتروني والتقنيات الحديثة ستوفر العديد من الجهد والوقت وضبط لكافة زي ما تفضلت للإجراءات اللي ممكن إنها تقوم فيها وزارة العمل وفائدة لأصحاب العمل أيضا بنقول لكم يعطيكم ألف عافية على حملاتكم التفتيشية وعلى المسؤولية الكبيرة اللي تقع على عاتقكم في وزارة العمل شكرا للمعلومات اللي زوتنا فيها مهندس أيمان الخوالد مدير دائرة التفتيش في وزارة العمل وصباحك ترجمة نانسي قنقر